السلام عليكم مرحبكم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزي إن شاء الله تكونوا كامل الخير تم تشوفوا الوصفة عن نهال اليوم و للفيديو عن نهال اليوم كما راكم تشوفوا اليوم جيدكم بهذه الوصفة الحلوة هذه الوصفة مراهيش كيك وشوكولة ومراهيش براونية هذه بسبوسة وشوكولة مع انتها تخدم بالدقيق كمال بسبوسة العادية وتأتي بزاف بنينة سهلة مهلة تأتي مشربة كمال بسبوسة العادية وتأتي برق تأتي بلصوص وشوكولة هذه تأتي بها دوق الباتيسري مع انتها البنتها بزافيلة وخفيفة شوفوا كش تأتي وهذه ينحتى تفضو بها في الفريجيدر مع انتها بعد ما تطيبوها تحبو تأكلوا منها وتحفضو بها في الفريجيدر خاطرش تنتكل بردة وجيم شربة وبزافيلة والحاجة الاولى احبيت نشكركم على التصويت لي صغو التهولي في المرحلة الاولى من مسابقة أفضل صنع المحتوى في الجزائر خاطر شو ما داروا المرحلة الاولى من التصويت وكي خلاص المرحلة الاولى من كل محتوى يخيرو 5 الافضل وأنا اخرجت من ذلك الخمسة كما قلت لكم تم اختياري من بين الخمسة الافضل في المحتوى تعال طبخ في الجزائر وكان عدة محتويات وذكرنا في المرحلة التانية والنهائية من التصويت ويدا شفتوني استاهل تقدرو تصوتوا علي من بين هذو كل 5 لخطش خلاص هذه المرحلة النهائية رح يخيروا واحد في الحفلة تعتوزيع الجوائز سأخذلكم الرابط في صندوق الوصف عبد زوبر كعال العنوان يخرج لكم ولكن اضعوه لكم في التعليق اللول هذا الرابط ستدخلوا في هذا الرابط بعدك تخيروا فوت وتخيروا المحتوى اللي حبيتوا تصوتوا عليه كما احناية بتاع الطبخ بعدها تخيروا صانع المحتوى اللي روكوا حبينا انا تلقوني التحت تضغطوا على الصورة زوج مرات بعدك تضيروا جسوي باء ان غوبوا تجاوبوا على هذا السؤال بعدك تضيروا كونفرمي وهكذا تكونوا صوتوا وشكرا للجميع اللي صوتوا لي في المرحلة الأولى من قبل في آخر الفيديو رح نهضلكم على هذا المنتوج الجزائري اللي سيتو معاكم اليوم في هذا الفيديو باش نزيد نهضلكم على هذا المايز الملون دوك نروحوا الوصفة على بلبي طولنا الحاجة الأولى نخدمو الشربات سعى البسبوسة في كاس وندرت كاس سعى السكر مع كاس ونصف على المال المقادر تلقوهم كامل تحتها مكتوبين في صندوق الوصف نحركوهم مليحتون يدوا بالسكر ثم نضعهم في قناة وسط كي يبدأون يغلينا حسبو له خمس دقائق ونطفو عليه خمس دقائق بارك مليحت 10 دقائق ونظروا ذلك البسبوسة اللي بزاف سهلة مع تلك المقادر كامل نضعهم ونخلطوهم في غيسة بيون ثلاثة حبتاء البيض مع نصف كاس السكر كما راكم ترون بنفس الكاس اللي درت به الشربات زدرت مع كاس إلا ربع تاع الزيت وكاس إلا ربع تاع الحليب معنا نعود نقول لكم في غيسة بيون ثلاثة حبتاء البيض نصف كاس السكر كاس إلا ربع تاع الزيت وكاس إلا ربع تاع الحليب وهنا نضفت لهم بطاة تعضانات شوكو العادية اللي كامل نعرفوها درت منها البطا كما راكم تشوفو هنا ونخلطو كامل مكوينت هنا ما نحتاجوش نديرو لفاني واللا لخات شهرانة نديرو الكاكا وراح تكون منكها بالشوكو ومعنتها هذا الكاكا راح يغطينا كامل الريحة على البيض بلا ما نديرو لفاني كما قلت لكم هنا بعد ما يتمسجونا كامل المكوينت خلطوهم مليح حتى تولي لكم القوام هكذا كامل يدخلوا في بعضهم هنا نحو نجيبو الضقيق أنا في البسبوثة ندير دقيق متوسط هنا عندي كاس ونص تعد دقيق يكون متوسط كاس ونص كما راكم تشوفو نستخدمت لامارك تاع ماما بعدها نخلطو كامل هذك المكوينت لابدنا ذلك الغربة وسنعرف المغارف كبر عملا كاكا و Whatad disappeared خلطت覺 ح 주는 الشخي deste حياة ليسا الأفضل غ soort كما راح غير نحركهم حتى يتغير كامل المكوانة هذا النواشف يخ يرون بهذه الطريقة انا نحب بزاف الحلوه اللي يجي فيها الكاكاو الأسود كما هاد البسبوسه اتجي بزاف بنينه ومتجي يكونش حلوه بزاف خاتش فيها الكاكاو الأسود انا خيارت هاد المول كما راكو تشوفو دهنته بالزبدة عقده بشوية تعال الزبدة ونرشوه بالفارينا ولا تحبو تدهنوه بالزيت وترشوه بالفارينا كما تحبوه المهم لازم نديرو حاجة تكون ميت دماء بش ما يلسقناش البسبوسه تعنا هنا رشيته بالفارينا بعدها نجيب الخاليط تاعي هادا كتاعه ما تخلوه شي طويل في معلوب لكم تغيق يشرب هنا نحطوه في المول وندخلوه على فرن يكون مسخن من قبل الفرن لازم تكونوا مسخنين ومن قبل على 180 دراجة دخلوه حتى ونطيب لكم وتتنفخ لكم وتشوفوها نشفت وسيوبرك بانك يغضون له هكذا موس غير بنرسع الموس دخلوه فيها باش شوفوها هيدا طابت ولا لا لا هي تدي شوية الوقت في الطيب واحدة نصف ساعة هكذا ندخلوها الطيب حتى ونطيب لكم كما قلت لكم هنا نجيب سير روتاعي بعد ما طاب لي وبردلي دفت له باكي تاع قهوه سريع تدوابا باش نكهه بالقهوه ندور ندوكة هنا يلا صلص وشوكولة لهذه اللي يجيب زاف بنينا هنا في كاسرونة دفت كاسع الحليب الكاس تاعي يحمل 250 مليلي لتر ضفت له باطا تاع دانات ماكسي هذي اللي غايت تباع دانات شوكو بالحجم الكبير وإذا ملقيتوهاش ديرو زوج بايت صغار تاع دانات شوكو هنا نجي ندير تلت مغارف كبار تاع الكاكاو البوني ثلاثة ومغارف كبيرة تاع الفارينة وزوج مغارف كبار تاع السكر المقادير تلقوهم كامل مكتوبين تحت في صندوق الوصف نخلطو كل شحتي ونتمسجونا كامل المكوينة وذك الكاكاو كامل يدخل في ذاك الحليب بعد ما ندخلوهم كلش نزيدو نصف كاس واحد اخر تاع الحليب مع انتها درنا هكذا كاس ونصف على الحليب نخلطوهم هكذا مليح ونحطوهم فوق النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى وين تعقدنا لاصوس وشوكولاتنا ما رحش تعقد لكم بزاف مع انتها كيمة غير هكذا وهي سخونة ندلها قسم مغارف صغيرة تاع الزبدة ولا قسم نصف مغارف كبيرة تاع الزبدة نحركوهم مليح وهكذا تكون واجدة خلوها تبرد شوية باش نستخدموها نجيب البسبوسة تاعي بعد ما طابت وهي سخونة نشربها بهذاك سيرو اللي كنا درناه قبل ما نشربها ننسيك شن تقوبها هكذا شوية بالكوردون بعدها نجي نشربها بهذاك الشربت اللي نكتاب القهوة تجيب بزاف بنينة هات الشربت بزاف بزاف بنينة كي سرتو كده تديرو لها القهوة اللي ما عندوش قهوة سريعة تدابين عادي ديد لها قهوة طيبة نورمال من البرس ديرو لها شوية شوفوا كاش تجي بزاف بنينة ومشربة وشو نقول لكم مع هدك الكاكا وهدك النكهة على القهوة تجيب بزاف هيلة نخلوها تتشرب مليح بعدها نديرو لصوصو شوكولة من الفق لصوصو شوكولة هادي جيب زاف هيلة ومن الفق درولها شوية ليبي بيتو شوكولة ولزينوها كما تحبو بليزيغزا كما تحبو وتحتفظوا بها كما قطت لكم في الفريجيدر ما تحتفظوش بيها في الفرن هنا نكملنا الوصفة كم تدرت لكم من قبل هذ الوصفات العصائر الصحية الطبيعية وللفي التعليقات اذا نديره لكم في الفيديو الجاي ودوك أن نروح لديك المايز اللي هدرت لكم عليه في الأول هذا منتوج جزائري راح نسييه معاكم اليوم في الفيديو تعبوا بسي كورن كما قلت لكم هذا منتوج جزائري هامي خدموا فيه هنا في الجزائر تعال مايز هذا اللي يجي منكه لي كما نشروه براكي راحوا المانس لقاوه منكه هذا الاحمر الخضر راهم دارو هكذا فاكيات صغار كل باكي يكفي تلتعيباد واليوم راح نجربوه معاكم ونناطيكم راييفه هنا كما راكم تشوفوه جبت القدرة تاعي نجيب اي نكاركو حبينها انا ندر تعال فريزة وتعال تفاح خدش نحب تعال فاكيات هكذا كما راكم تشوفو مع انتها كامل وشكين في الباكين حطوه في طنيجرة تاعي هكذا نحي بالمقص ونفرق كلش في طنيجرة دوك نوريلكم طريقة مليح ونصي جامي تلقوا به هكذا تحبو تسييوه هكذا بعد ما فرقتوه في طنيجرة هكذا كما قلت لكم النار لازم تكون قليلة قليلة النار بدأ نحرك في هكذا مع التحريك المستمر غير بمغرف مينة الافضل تكونوا على حطب وانتاني كما قلت لكم درت النكات على التفاح اللي يجي خضرة وهنا نبدأ نشرح لكم في الطريقة غريب يبدأ يغلي كيما راكم تشوفوه هنا مع التحريك المستمر غريب يبدأوا يتفرقوا على الحبة الولين دوك نوريلكم هنا في الحبة تتعال فريزة غريب يبدأوا يتفرقوا على الحبة الولين تغطوا عليها طنيجرة تغطوا عليها بلغ ضيوات تحها وتقعدوا تحركوا فيها هكذا شوفوك شن بدأ نحرك فيها نخليهم يترتقوا شوية نحرك كامل نحن نرفضها ونخبطها هكذا خلطوا من الفقل التحت من الفقل التحت عودوا حطوها فوق النار غير تشوفوه هزا ترتق زيد وحركوا مليح هكذا من الفقل التحت تحصلوا لهذه النتيجة وكيفاش تعرفوه بالليطة بما تسمعوش هداك الماء يزيد ترتق شوفوا النتيجات على الخضر ودوك نوريكم النتيجات على الحمر انا يا صراحة عجبني بزاف انك هتعتفح هذا الخضر حاجة حلوة تقدروا تديروها في العشية الكبار ولاد الصغار ماشي شرط غير الصغار والزيت هذيك اللي يطف فيها معتها تختفي كامل هذيك زيت جوز الهند ماشي الزيت العادية اللي ينطيبوا بيها تلقاوها في كامل اللي سيبيرت تقريبا في كامل الولاية ثانيك حاجة حلوة وابنينا ويجي خير من هذك اللي يتبع بره ننصحكم تجربوها خطرها في الغرات تأكلوا هكذا حاجة حلوة وهكذا وصلنا نهاية الفيديو نقول لكم في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامة